تخلف حرب الحوثيين على سكان مدينة تاعز أشكالاً مختلفة من المعاناة فلا تكاد تجد بيتاً ولا شخصاً إلا وهو يعاني من واحدة أو أكثر من آثار الحرب قصتنا اليوم مع أم أرهقها الفقر وارتفاع سعر الغاز المنزلي وانعدامه فخرجت مع بعض أقاربها للبحث عن الحطب وبينما هي تحاول الوصول لشجرة يابسة واحتطابها إذا بلغم يسبقها ويبتر إحدى قدميها قصة نازحة المعاقة فتحية صالح تحكيها في الفيلم التالي نتابعه ثم نعود يعني فتحية صالح محمد من ابنة عيب الغاز عيدين والمنافذ اضغلقات اضطرينا نروح للقبل نلقط حطب يعني وعيالي اثنين وزودي وحليين تاريخ 4-4 طالعي نلقط حطب نقم حطب علشان يقول ونشراب كانت دب الغاز بها دعشان آلح قيتاني دعس اقمي حطب قمعت حطب اقزة عملا شا تحمله دعس ابتترى رجل وقاح ليش انقضني دعس اللغمة الثانية أنا خلاص ما عتكلم شو لحاجة أخو صح ويا با قريب ويا با الحق احنا ويا با قريب سعف احنا حنشنا نموت بعد ذكرت عشر عشتين بعد المعواز وقطعوه وعصب لي رجلي وعصب الاخر وقتل نزل احنا على ضعره لا مص الترير هو قبل ايوه هذا قبل أول مرة نزلني ورجع نزل اخوه رقع عمي واخو الكبير عاونوا واسحب الحارة بعد ما نزلنا من القنبل للغام قابوا لنا سيارة وصعب وحنا الروبة من الروبة حولوا لحنا احتوال نقدرنا ساني للبتر معا قالوا شي يصبروا شوية ساني بتروا لنا ما قادرين اللي وحنا مبترين لا عنا قدر نخرج لا عنا قدر ندخول لا عنا عبيم دب الغزحة قيلة كما لا ادعي يا فلانا تعالي يا زعطانا تعالي هو اللي معيدة لابن 11 سنة هو لما هو شوف بعد ما قزع ابوه يعب الممين البيب من يا قيل رح مستح سيارات ندي لنا بعد ما قزع ابوه نمح ندي لنا والله معنا ما أسست شهيد حق الأستاذة ذي خديقة هكا له ثلاثة شهور واندلنا سلة إن كان حياة الزبحاني كانت ساعد حنا من أول إن كان الآن ما أحد يلتفت لنا وإلا معنا واحد اسمي ندى الزباب معنا ذاك اللي بينه رض تندي لنا ثنين مضارب بخاخ بس واندى العيد كسلي العيال بس برمضان استصلنا له أنا ممعيش وزوجي راقي يد وما بشوغل كسلي عيالي هذه ندى الزباب اسمي واحدة من دوبا بس واندى ثلاثة شهور اربعة شهور تندي لك سلة واندى العنوة حصل لك خمسة آلف ولا عشرة قال الأستاذة خديجة بقمعية شهيد سقلن نحن قال الشقيبالي طرف قال اذا هم مقاوش عادني أخش أطلع الثورة بكرة يعين منصور وخليهم يقبصوها لي وطولوها لي قالين عملوا لي تلفيسة وعاد عمل ليه بالعشر عمل ليه دي منصور الوازن والله نطلو بيالي يتبرعوني بريق لغير الرقنادي تكون حتى مشيش متحركة خم حاجة بس رقلك زعبية مشي لبياس ولا شيء ذهب ولا شيء حاجة بشي بس رقلك زعلي وقدم عيالي بس ولا شيء حاجة كنت من أول اشتغليك ولا عمي؟ كنت من أول اشتغل ببيوت أشتغل أحبوك مقارن بيدي أصليح ليفات الآن ما أغمج الآن خلاص خليل هناك داخل لذاني ليا عشر يام صراحنا مشيش في العسكرين مشيش في القمهوري ما قدرنا نش ندخل قالوا بو الشي باكر لقعت رحت الثورة قال لي الدكتور لازم عمل تخطيط بيني الخلب قدرنا نغزني وقعني راسي ورامل دالي حق الضغط قال لي أعمل إيم ومدري إقيمانيش دالي ما هو ذا حق التخطيط روح تليني مبين روح ونعشر دعنا عايش لان نسأل من أحد ولا أحد نسأل من أمور نحن لنا شهر وسبعة عشر يوم حتى العب ما خارقناش أي مكان ندور لحمه وزعوا هنا السكنية داني العاقة للبيل نجالي قال لي اللحمة قال والدلن معوقع وبجتيلين عيالي طللون عن قدهم واني داخل ونخرج مكان كنتني مخرج كان زوجي اشتغل بالحوال وعدني معقاة عوال استلم كان ستين كان كل شيء لداخل ونخرج بس بعد كنا مرتاحين كان كل شيء لعندنا كان الذهاب والتلفزون والأسامان ونكسي العيال وني مرتاحين ودرسوا الآن بعد ما قال حال شرد الدنيا وشرد اتمنت لكم قلق تسركي ها قالك وقسل ولا طلعت والله يا أخي يقس وقس عقل ونسي يعيروك وقلوا ربي قطعاك من عمله ايش اللي عمينت محد داري ايش الزمن مغبينو وحاج يكون بنعمة نسي ضحكوه وانا عز الناس يعيروك لو قلوا ربي قطعك من عملك ايش عميل والله ما عملتها عيك والله وذاني قاني معاق واصل واني صلي وصب انني لسبعة لوالت سبت عشر يام انني فطر بمالي وعياني اني يقول نسي تقول باب علي انتكاوه وانا قلنا الحمد لله حانا قايقنا انني ما روح مكان نسي عايروك نسي سبوك بس هم عايروك وحاج محمد الله وزوقي مسكين والله مسكين مش حصلت سعق اولا واحد ثاني قال اقمنه قال يا مره قلسين وانا شاك زاك قلسين بيتيك وقل لي واجربين دو عيالي وانا شاشتغال مش احول لي والله الناس يضحقون ونس ما يقوليش مش الله سبحانه وتعالى يهد قبل على ما هي تخرج انت بعافية ترقى معوات عبيم اكون تصبين اغسوين اقبل حطمين بربرة وانا اني لأ قبل نمز قسينا ثلاث ايام وحنا يا فلان اودي لي الدبا غاد وانا اني مقديرش وارقع تعتنني وابني لالبوابة لعند الزرافة قلنا لا يا اخي ادي لي الدبا غاد زمج حصل تعال شل السيتار قال لي خلاص هذا الالف بسموح ادي لي الف وخمسمية واخي حول لنا ادينا الو الف وخمسمية واتعتني لا هنا لا دي هربا ما حاقب لحد تعيب اقول لا كان ربي عزني وانا خمانك والله عيالي تباكوا يما حرام يما قلنا لا يا عيالي تعبنا محد الفتاك واحد لا شافك بالتاريخ تعرفوه عزل معرفه زمخ منك كاينو ما يعرفه هذا امر الله حكم عليك مش انت ولا والله العظيم تشوف حليه لقد قلنا نقطع نفسه بس شلفه برمضان هنا قزر نفسه قطع نفسه انا ابن جباب قلنا لا يا أخي الحمد الله هذا ربي كاتب لنا افرض نتعذب لنا وبالآخنا نرتاح قطع نفسه وانا لاني قاسه برادة لنحذب له صحي اني جعال واتعاب وبكي اشوف النسوان يقزعوا اقول يا رب لك اما رصاصة دخلي وقوم اقزع قدام عيالي نسوان يقزعوا وانا نضلي فراش واندلي ذون نضلي سات بطانية قبل ما تموت هذه الصحفية ايوة ايوة هذه كانت قت واصلت زوراني اول ما نقلت السكنية نضلي فراش نضلي جولة بالعيالين والله العظيم نذكوره بكل خير والله نصلي وندعيه لنا ربي دوكو ان شاء الله بلقنا قرياء بعدي مرة وهم ضرب هنا وقالوا انا قلت اول ما سكنت فوق وقابوا اني نضلي فراش نجلي راشان سقلبني بالمدرسة المدرسة تعليب العلارة نجلو كسوا قال كوني طلعي أعرفني بيتهم كوني طلعي وشلي ديك ثياب وندولي ثياب وندولي بوالط وندولي مقاري وندولي كل حاجة قال لي الله خالة فتحيا أي حاجة تحتاجي كوني دقي علي قصيتني عشريا لما قالوا ماتا والله قصينا بكينا لما ما والله أنا يقول لابو من الضمة ولا لابو من الحكومة ماشي شعملوا لعياننا ولاش تبرعوا ولا شقوقوا حقي تفرقوا لنازحين يتفرقوا للمعوقينبونس معهم أسراءبونس مزاكين 2008 تبعش تفرقوا إبحثوا يسألوكم شوفوا نازحين شوفوا المعوقين أصعب الصعبات للمعوقين شوفوا نس معهم من عشرا شوف أحد عندك بالدحي معي ستة مسكينة رحم الله أنا برأي يقول الحمد لله صح أخرج وكزاحي بتنتي نرقل والله العظيم أني رحت عندي برمضان أنني كنت أبكي عليه ويتبكي غمنا يخطي هذا نصيبنا الحمد لله ألام كبيرة تعجز عن حملها الجبال ومطالب أقل من بسيطة فهذه المواطنة المنكوبة لا تحلم بأكثر من طرف صناعي خفيف الوزن تستعين به على المشي لخدمة أطفالها ألاف من المنكوبين بآثار حرب ميليشيا الحوثي على مدينة تعز تحديدا فالناس بين ناج من قنص أو مصاب بشضية أو متأثر بالحصار أو موجوع لفقد قريب أو حبيب كيف أثرت الحرب على سكان مدينة تعز وكيف تتعامل معهم الجهات المسؤولة عن توفير حقوقهم القانونية من علاج وغذاء وما هي أهم أوجه معاناة السكان أسئلة يجيب عنها ضيفنا من مدينة تعز المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري أمين عام وأسسة الشهيدة رهام البدر للأعمال الإنسانية مرحبا بك سيد عمر برأيك ما هي أهم الانتهاكات التي يتعرض لها السكان المدنيون في مدينة تعز خلال هذه الحرب بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك سيد الكريم ومرحبا بقناة بلقيص وضيوفها ومشاهدها الكرام في البداية نقول بأن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في محافظة تعز هي كل الانتهاكات المسجلة والمقرمة في القانون الدولي وفي القوانين المحلية بالنظر إلى قائمة الانتهاكات التي يتعرضها المدنيون بدءا بالقصف العشوائي والإبادة الجماعية ومرورا بالحصار الغاشم الذي يستهدف كل الكائنات الحية بما فيها البشر بما فيها حتى الحيوانات في مدينة تعز تعرض لموقع من انعدام كل مقومات الحياة الأدوية متضررة المستشفيات متضررة الصحة التعليم جميع الخدمات في مدينة تعز متضررة بسبب قريمة الحصار وبالتالي قريمة الحصار تعتبر على رأس قائمة القرائم والانتهاكات التي يعاني منها المدنيون في محافظة تعز نأتي أيضا إلى قرائم الحرب المتمثلة بالألغام التي يتعرض لها المدنيون وهي بالأساس تستهدفهم كونها تقوم حقول ألغام قائمة في مناطق مدنية مأهولة بالسكان وفي مناطق فيها تجمعات سكانية أيضا هناك العديد من الانتهاكات القنص هناك أيضا القرائم التي تستهدف المدنيين من مثل الاعتقالات التي يتعرضون لها أثناء مرورهم من منافذ المدينة التي تعتبر هي عبارة عن معابر للتفتيش وللاعتقال أيضا بالتعذيب الذي يتعرض له المدنيون بغرض استخراج معلومات أو ما شابه هناك الكثير من الانتهاكات التي تعتبر قائمة تطول ولا تنتهي وعند مرورنا على قائمة القرائم في القوانين الدولية نقد أن جميع الانتهاكات المسجلة والمقرمة نقد لها مكانا في مدينة تعز وهي أيضا بالآلاف وبالمئات وبالعشرات من الحالات التي نشاهدها كل يوم وكل شهر وكل سنة التقارير الحقوقية امتلأت واكتضت بالأرقام ولكن الأمم المتحدة والعالم والمجتمع الدولي والرأي العام العالمي لم يستمع لهذه الأرقام ولهذه القرائم وبالتالي فإن هناك خلل هناك خلل ما في عدم إنصاف هؤلاء الضحايا هناك قائمة كبيرة جدا من الضحايا سيد أمر أشرت إلى القوانين حتى الآن ما زالوا يقبعون في السقوم أشرت إلى قائمة الجرائم والمحاضر التي تضمنتها القوانين الدولية والمحلية تلك القوانين الإنسانية التي تحض على حماية المدنيين في أوقات الحرب لكن هذه النصوص لم تجد كما تفضل طريقها للتنفيذ يا ترى لماذا؟ ما هو السبب في أن التنفيذ أصبح شبه مستحيل إلى هذه الدرجة في تألز هناك حالتان من الحماية هناك حماية قانونية وهي الحماية التي تنص عليها القوانين والمعاهدات والمواثقة الدولية وهي حماية بطبيعة الحال أخلاقية وتشمل جميع الانتهاكات وتقرم جميع القرائم والتقاوزات في حقوق المدنيين وهي بطبيعة الحال تشريعات متكاملة ولكن الحماية الواقعية غير موجودة على الإطلاق لا توجد أدوات لدى الهيئات والمؤسسات والدول المشرفة على الوضع في اليمن مؤسسات الأمم المتحدة لا تقوم بدورها كما ينبغي ولديها أدوات الضغط هناك مجلس الأمن لديه حقية بالتدخل كون اليمن تقبع تحت بنود البند السابع الذي يمكن من خلاله إقراءة تدخل دولي وضبط المنتهكين لقرائم وضبط المنتهكين لحقوق الإنسان والذين يرتكبون قرائم في حقوق المدنيين لدى مجلس الأمن ولدى الأمم المتحدة آليات وأدوات يمكنها استخدامها لوقف هذه القرائم التي تطول وبالتالي في الواقع لا يوجد أي استخدام لهذه الأدوات هناك تسييس هناك لعبة مصالح تدار في المنطقة واليمن قزء منها تعتبر اليمن حديقة خلفية هناك عودة عودة مآخرة إلى تصفية حسابات اشتباكات سيد عمر وتعرض أحياء كانت في عداد الأحياء الآمنة للقصف مجددا بالعودة إلى قريمة القصف الذي يستهدف التجمعات السكانية هذه القريمة تعتبر على رأس سلسلة القرائم التي يدينها القانون الدولي حيث أن استهداف التجمعات السكانية أو حتى القصف العشوائي الذي يوجه إلى مناطق مأهولة بالسكان يعتبر قريمة يتصنف بأنها قريمة إبادة جماعية وقريمة انتقام وهذه القرائم لا تسقط بالتقادم هذه القرائم تقف على أعلى سلسلة تقييم من القرائم الذي فيه القانون الدولي وبالتالي فإنها تأتي في المقدمة دائما ولكن طبيعة الحال لدينا في تعز عشرات المجازر ومئات المجازر وآلاف الحالات من الضحايا لم يتم الالتفات إليهم وبالتالي فإن التقصير موجود لدى هيئات ومؤسسات الأمم المتحدة التي تمتلك أدوات تدخل ماذا عن السلطة المحلية وعدم تفحيل القضاء سيد عمر قبل القفز إلى مؤسسات الأمم المتحدة يفترض أن لدينا منظومة قانونية وقضائية محلية ووطنية تستطيع الأقل أن تحدد بعض المنتهكين وأن تعلنهم كمطلوبين وكمجرمين لكن إلى حد الآن منظومة القضائية والعدلية الوطنية لم تتدخل حتى بإدانة عبد الملك الحوثي ذاته بالحديث عن منظومة العدالة الوطنية والمحلية هذا الحديث يطول ولكننا يمكن أن نختصره بعدة نقاط أولا هناك قصور واضح من جانب وزارة العدل ومؤسساتها القضائية مجلس القضاء العلى والوزارة والنائب العام حيث أنهم لم يقوموا بواجب التحقيق واستخراج أسماء مطلوبين متهمين بقرائم انتهاكات هذه القرائم قبل أن تكون قرائم في نظر القانون الدولي هي قرائم مدانة في نظر القانون المحلي قانون القرائم والعقوبات اليمني قانون تقريم الاختطاف والتقطع قانون أيضا القوانين العسكرية قانون القراءات والعقوبات العسكرية هناك آلاف الانتهاكات التي سجلت ويمكن أن تدان وفق هذه المنظومة المحلية من التشريعات وبالتالي فإن واجب النيابة العامة ممثلة بالنيابة العام وواجب مجلس القضاء لعلى وزير العدل وممثلا أيضا بجميع عضائه وجميع الهيئات القضائية في الجمهورية أن تقوم بواجبها في التحقيق وأن تقوم بواجبها بتحديد هوية التهمين سيد الكريم بالنسبة لتقريم الانقلاب مؤخرا صدر إقراء لا بأس به من قبل البرلمان حيث اعتبر البرلمان أن الانخراط في جماعة الحوثي يعتبر عمل مدان وقريمة وبالتالي صدر قانون في الاجتماعهم الأخير في مدينة سيئون اعتبر أن جماعة الحوثي هي جماعة مدانة في نظر القانون ويعتبر الانضمام إليها قريمة وهذا التشريع يعتبره قانون يعتبر بداية ولبنة يمكن البناء عليها ويمكن للنيب العام اعتبار كل من انخرطى في هذه الجماعة ومارس أعمالا قتالية وإقرامية يعتبر مدان على أساس هذا القانون إضافة إلى القوانين الأخرى التي تقرم الشخص بأفعاله بحد ذاتها هناك مجموعة قوانين لباسة بها يمكن البناء عليها ولكن الخلل موجود في التنفيذ الخلل في غياب الإرادة لدى القيادة السياسية ولدى القيادة الخضائية في تحديد هويات هؤلاء الأشخاص من أمن العقوبة أساء الأدب كما يقال دعنا سيد عمر لأن الوقت نعود إلى الضحايا لأن الحديث عن المتسببين سيأخذ كل الوقت ولن نصل إلى النتيجة لكن عودة إلى قصة هذه الحلقة أم مقعدة تشكو من حرمانها من المساعدات رغم أنها فقدت قدمها بلغم أثناء الحرب وهي تبحث عن بعض الحطب لصناعة الطعام لأطفالها وزوجها زوجها أيضا فقد عمله بسبب الحرب من يتحمل مسؤولية هذه الشريحة من المتضررين هذه الشريحة غير المرئية سيد عمر هذه الشريحة المهمشة والتي لا صوت لها هي الشريحة المتضررة وهي شريحة كبيرة وواسعة نجدهم في أطراف المدينة قرب المناطق التي تشهد اشتباكات في مناطق التماس عددهم كبير جدا ولا يمكن إحصائهم أحيانا نتعرف عليهم من خلال أعمال الرصد الميداني لقرائم الانتهاكات الحرب بالتالي فإن المسؤولية في إغاثة هؤلاء الأشخاص وعلاجهم تقع في المقام الأول على الحكومة الشرعية كونها سلطة قائمة ولديها موارد ولديها كيان قائم وبالتالي فإن هؤلاء المناطنون يعتبرون رعاية لهذه السلطة وواقب هذه السلطة رعايتهم هناك أيضا واقب على مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي يخصص بنود كبيرة وأموال طائلة لا تصل إلى هؤلاء الشريحة من المستحقين معظم الأشخاص الذين يعانون من حالات إنسانية صعبة سواء على مستوى المعيشة أو على مستوى العلاق والصحة لا يقدون حقهم من العلاق وإنما يتم التبرع عليهم من مجتمع منهك من التبرع ومجتمع أصبح فاقد لأبسط مقاومات الحياة وبالتالي يتعاضى هذا المجتمع ويتكافل ويقومون بعلاج بعضهم المؤسسات الإغاثية قاصرة دورها قاصر جدا هناك أمثلة لا بأس بها هناك منظمات تقوم بدورها وهي مشكورة بكل الأحوال وهذا واقبها ولكن هناك مؤسسات كبيرة إغاثية تعبث في هذا المجال هناك مؤسسات تسلم بالمليارات مخصصات من هيئات الأمم المتحدة ومن جهات دولية ولا نشاهد لها أثرا على الواقع نسمع عن تقارير نهاية العام أن هناك خمسة مليار دولار هناك ثلاثة مليون دولار مبالغ كبيرة لا نجد لها أثرا في الواقع يعني عشرات المليارات تقوم بتغطية عمالها بتقارير وهمية نعم ثلاثة وعشرين مليار هناك من تحدث عن هذا الرقم خلال العوامل المنصرمة إجمال ما خصصة لليمن من المعونات الدولية لكن لا أحد رأاها على الواقع بالعودة إلى الدور الحكومي سيد عمر بماذا يمكن أن نفسر هذا العجز والشلل التام رغم التنسيق مع مراكز إقليمية مثل مركز الملك سلمان وغيره والذي يعني يعلن أيضا عن تقديم مساعدات مباشرة للحكومة اليمنية هناك عدة عوامل تساهم في هذا الفشل أولا الفساد الإداري والمالي لدى سلطات هناك فساد متفاقم وقديم هناك دولة عميقة موجودة وهناك فساد كبير مكتب الصحة يعاني من الفساد مكتب مؤسسات المكاتب التي تدير هي آت الإغاثة تعاني أيضا من الفساد ومن العجز والفشل لا يمكن إدارة عملية توزيع الإغاثة لا يمكن إدارة توزيع حتى المخصصات الصحية التي تقدمها المنظمات الإغاثية هناك عبث هناك نوع من التشضي عدم موجود رؤية شاملة يمكنها أن تنظم هذه الموارد أيضا موارد السلطة الشرعية ضعيفة ولكنها في كل الحال إذا تم تسخيرها بشكلها الصحيح سوف تفي بأقل الأغراب ولكنها لا تؤثر ولا تقدم شيئا على الإطلاق بسبب الفساد بسبب عدم وجود إرادة بسبب تراخي السلطات الشرعية بسبب أيضا ضعف السلطات الإدارية وربما تواطوها هناك أسباب كثيرة للفشل وبالتالي الوضع الآن يقوم على المنظمات الإغاثية يقوم على التكافل المجتمعي دور المؤسسات الحكومية ضعيف وضعيف جدا عندما نشاهد الآن موقع تنزوح وتهجير لا يوجد هناك جهة تتبنى استقبال هؤلاء النازحين بينما القوانين المحلية والقوانين الدولية تلزم الحكومة الشرعية وهي سلطات الأمر الواقع بأن تتبنى هؤلاء المهجرين وتوفر لهم مأوى مؤقت على الأقل هناك أيضا إلزام المؤسسات الدولية أن تقوم بواقب استقبال هؤلاء النازحين ولكن كل ما يحدث هو بعض الرصد لأرقام هؤلاء الضحايا ولا يمكن رصد جميع هؤلاء الضحايا بسبب عدم جدية هذه المؤسسات الحكومية والدولية وبالتالي تضيع هذه الحقائق وتضيع هذه القرائم وهذا مقرد مثال في الجانب الصحي المستشفيات الحكومية تقوم على نفقة المنظمات الإغاثية بينما هناك موارد نسمع عن ميزانية كبيرة من جانب السلطة في عدن ربما بعضها يصل وبعضها لا يصل هناك فساد إداري عدم جدية في تفعيل الرقابة رقابة القضاء ورقابة أيضا الجهاز المركزي الرقابة المحاسبة لدينا في تعز ملف القرحة مثقل بالفساد سيد عمر لدي سؤال لدي سؤال أتمنى أن نتم الرد عليه بشكل موجز وكان الحقوقيون يتوعدون قادة الميليشيا ومن شعلوا هذه الحرب والمجرمون المباشرون على المآسي بالعقوبة وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم هل يدخل المسؤولون الحكوميون المهملون أو الفاسدون ضمن قائمة المسؤولية هذه هل يمكن محاسبتهم في قادم الأيام؟ في القانون الجنائي المحلي هناك نوعين من المسؤولية هناك مسؤولية الفعل المباشر وهي القريمة وهناك مسؤولية التقصير وهي القريمة السلبية التي يقوم بها مسؤولين عندما لا يقوم المسؤول بواقبه ويقصر ويسبب مزيدا من المضاعفات ومزيدا من الكوارث عندما يصل القريح وهو يمكن علاجه ولا يقد حقه في العلاج والإسعاف هنا تقصير يمكن وصفه بالقريمة قريمة الامتناع إذن هذه الجريمة أيضا لا تسقط بالتقادم عندما ولها معيار واحد هذا المعيار جميع القرائم لا تسقط بالتقادم القرائم القسيمة التي تتعرض الأشخاص والأنفس لا تسقط بالتقادم في نظر القانون المحلي هذه القرائم التي تعلق بالقاتل التي يعاني منها الأشخاص وتزهق أرواحهم بسببها لا تسقط بالتقادم وبالتالي فإن قريمة الامتناع معيارها أن يكون هذا الشخص مكلف بأداء واجب وقام بالتقصير ولم يقوم بواقبه وبالتالي فإن مسؤوليته الجنائية تقوم من خلال تقصيره وبالامتناع عن أداء واجبه وبالتالي يمكن أن نقول أن هناك أساس قانوني لمساءلة المسؤولين المقصرين والمهملين بشكل ملحوظ ويمكن اعتبارهم مشاركين في هذه القرائم بقريمة الامتناع عن أداء واجبهم أسستم مع الزملاء وزميلات آخرين مؤسسة الشهيدة رهام البدر ما هي رؤيتكم في هذه المؤسسة؟ هذه المؤسسة أنشئت بدافع الواقب حيث أن هناك ثغرة كبيرة وفراغ كبير خلفته الشهيدة ريهام البدر عند رحيلها مغدورة ضحية لهذه الميليشيا الانقلابية وهي تقوم بواقب الإغاثة وهي تقوم بواقب إسعاف الأشخاص العالقين في خطوط التماس من المدنيين وتقديم الغوث لهم هناك فراغ كبير خلفته الشهيدة رحمة الله عليها وبالتالي أجمعنا نحن كأصدقائها بأن نقوم بمحاولة سد هذه الثغرة والقيام ببعض الواقب التي كانت تقوم به وهذا واقب الجميع اليوم لا يمكن التذرع بأن هناك عدم إمكانية لتقديم ولو أقل القليل من جانب الإغاثة من جانب المساندة لجهود الإغاثة ومساندة المدنيين العالقين خاصة الذين يقبعون تحت ظروف صعبة هذه المؤسسة تسهدف بشكل في مرحلتها الحالية مساعدة المدنيين وضحايا الحرب الأشخاص العالقين في خطوط التماس وتقديم الغوث والإغاثة وتقديم أيضا المساعدات التنموية هناك أيضا مشاريع قادمة بإذن الله سوف تتكفل بهذه المؤسسة تقوم بتدعيم دور المرأة تقوم بتدعيم دور الضحايا بمحاولة تقديم شيء ملموس يمكن أن يستفيد منه المدنيون هذه مؤسسة حقوقية يعني مؤسسة إغاثية تستهدف المدنيين على الأخص وتستهدف المجتمع وتحاول أن تقدم بعض الشيء في ظل تقاصر وفي ظل غياب العديد من المؤسسات الإغاثية التي تمتلك ميزانية كبيرة نحاول أن نقدم شيئا ما أمنيتنا لكم ولكل العاملين في الميدان بكل إخلاص وتفاني والشفافية كل التوفيق المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري أمين عام مؤسسة الشهيدة ريهام البدر كنت معي من مدينة تاعز شكرا جزيلا لك إلى هنا مشاهدنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب النازحة المعاقف فتحية صالح تم الرصد في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة